مع احتدام الصراع على الرئاسة بين الرئاسة الأمريكي الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جون بايدن وبعد تقدم بايدن بعدد الأصوات تحديداً بولاية جورجيا صار قريب من حسم الأمور لمصلحته عدد كبير من الملفات رح تكون قدام الرئيس خصوصي على صعيد الملفات الصحية المعاشية والاقتصادية بالنسبة للداخل الأمريكي بينما بيبقى السؤال الكبير هو عن مصير العالم والأضايا الكبيرة على صعيد الأمم وكيف رح يكون الشغل على العنوين العريضة بالنسبة للسياسة العالمية بالنسبة للشرق الأوسط فمن الواضح أنه بحال وصل بايدن على البيت الأبيض في كتير من الملفات رح يتعامل معه بشكل مختلف عن ترامب على رأسهم الاتفاق النووي الإيراني وهو ملف مش غريب عن بايدن يلي اشتغل 8 سنين كنائب رئيس بالبيت الأبيض بمرحلة شهدة العديد من الأحداث التاريخية بايدن الخبير بأضايا الشرق الأوسط والعارف للتوجهات العامة بالنسبة للأضايا الرئيسية فيه كان له دور كبير بالمفاوضات يلي صارت مع إيران بالنسبة للملف النووي يلي من المتوقع أنه يرجع يتفعل من جديد بعد ما كان ترامب انسحب منه ومن النقاط يلي رح تشكل تحدي لبايدن الموضوع التركي يلي هو مصدر ألق لواشنطن على الرغم من أن التركيا كانت بيوم من الأيام حليفة لواشنطن بالنيتو واستفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من سياسات ترامب ونفذ عمليات بسوريا ضد الأكراد وفات بالصراع ليبي بينما بايدن انتقد أردوغان ووصفه بأنه مستبد وقال أنه أمريكا لازم تدعم القيادات يلي بتعارض أردوغان لأنه عليه أنه يدفع تمن ومن أبرز الأضايا يلي رح يتعاطى مع بايدن بالشرق الأوسط بحال وصل للبيت الأبيض هي الأضية الفلسطينية وهو كان صرح أنه مؤيد لحل الأضية الفلسطينية على أساس الدولتين ورح يرجع يفتح القنصلية الأمريكية بالقطس الشرقية ومكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن ويستأنف المساعدات الأمنية والاقتصادية للفلسطينيين يلي أوقفتها إدارة دونالد ترامب أما بالنسبة للوجود العسكر الأمريكي بالمنطقة فهو رح يكون من الملفات المهمة يلي رح يشتغل عليها بايدن هو يلي قال أنه عصر الحروب يلي ما بتخلص لازم ينتهي وعبر عن تقييده تخفيض القوات الأمريكية بالخارج أما بالنسبة للعلاقة مع السعودية يلي شهدت ازدهار بعهد الرئيس دونالد ترامب خصوصي من خلال الدعم العسكري بالصراع مع اليمن أو من خلال تأمين الأسلحة والسفقات فتعهد بايدن بحال وصل للبيت الأبيض بإعادة تقييم العلاقة مع المملكة العربية السعودية ورح ينهي الدعم الأمريكي لحرب السعودية باليمن وقال أنه رح يخلي السعودية تدفع تمن مقتل الصحافي جمال خاشقجي ووصفها بالدولة المنبوزة وعلى الرغم من احتدام حرب التصريحات بين بايدن وترامب لأنه بايدن عبر عن تقييده لاتفائيات التطبيع رغم أنه ترامب قال بأكتر من تصريح أنه بحال وصل جو بايدن للرئاسة فهي دي الاتفائيات رح تتأثر ومن الواضح أنه بايدن مؤيد لاتفائيات التطبيع اللي عم بتصير واعتراضه الوحيد بالنسبة لتعامل ترامب مع الشرق الأوسط هو خطة ضم إسرائيل لأجزاء من أراضي الضفة الغربية بحال فوز بايدن رح نشوف تغير بالسياسة الأمريكية على صعيد الخارج وهندسة سياسية جديدة بتقوم على استعادة دور أمريكا بقيادة العالم ورح تعيد إدارة بايدن إحياء الاتفاق النووي مع إيران وإعادة تقييم العلاقة مع الخليج بس ما بدنا ننسى أنه السياسات الأمريكية بتستند على موازين قوى داخل مجلس النواب والأطراف والأجدح المؤسرة يلي بتتحكم هي بالسياسة الداخلية والخارجية